شكرا لرعاة تقطية Computex 2024 ASUS و ROG MSI و Cooler Master السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن الآن موجودين في جناح Team Group و T-Force تعرفوا أنهم Two Brands Team Group للمستخدم العادي و T-Force موجه للألعاب وفي شوية خطوط إنتاج جديدة لصناعة المحتوى موجودة عندهم سنعمل تقطية كاملة إن شاء الله لم يكن لديهم منتجات جديدة جديدة كثير ولكن نحن نحن نفضل هذا الـ approach إذا ما كان عندك منتجات جديدة كثير وبرضو زي كل حدا داخلين شوي بالـ AI بس قبل ما بدأ الفيديو نرجح تحييط صمود لإخواننا في كل مكان وبالذات في فلسطين وقطاع غزة الله ينصرهم على كل من عاداهم ويثبت أقدامهم في وجه الظروف والخوارزميات اللهم أمين حكيت من المقدمة إنه Team Group ومنتجات T-Force ما عملوا أشياء جديدة كثير ولكن جددوا وحسنوا على الأصلاً اللاينبس الموجودة عندهم يعني سلسلة الأكستريم المش RGB هيدارك بضحك وراء الكاميرا قاعد غير اللون الأسود صار فيه لون أبيض ولون pink أو زهري على فكرة الأبيض كان موجود بس الزهري هو لون جديد وعفكرة زهري الغطيف مش يعني والله يعني هيك بتحسه مجنون لا ممكن يزبط حتى مع تجميعات لا كله بناتي صراحة بزبطش زهري إلا ما بناتي إلا إذا حدا شاب حابه الله يجمع تجميع فيها زهري لأن السرعات زادت بطلت 5200 هذا انسينا للـ 5200 من 6400 إلى 8200 باستثناء الزهري أعلى سرعة فيه 7600 بس حتى بلش 6400 فقط عندنا أيضاً الـ Extreme ARGB اللي هو بيجي باللونين الأبيض والأسود أيضاً سرعاته من 6400 إلى 8200 طبعاً إضاءة الـ RGB جميلة جداً الكاب جاي عالي شوي كإضاءة نفس الإصدارها بس طلعوا شايفين هذا الخط من الخط فوق صار RGB أو من الخط وتحت الجهتين مش RGB بس ما فيه من النسخة الـ RGB زهري فقط أبيض وهذا الأسود بس كالعادة إضاءة T-Force بالذات بالـ RGB دائماً سلسة يعني ما بتحس فيها تقطيع لأن فيه أشياء أخرى هون Concepts لشاشات DIY هاي الشاشات بتركب مغناطيسياً على الكيس لتجميل الكيس بتكونوا تحطوا عليها مثلاً والله قراءات Temperatures Frameات أشياء مختلفة فيه حجبين مختلفين بتجربوا بالموضوع الجماعي يعني بعدها مش إشي Final إضافة لتبريد عن الرامات مش يأسانين للجماعة المرة الماضية لما حكنا لهم تبريد الرامات لازم تفكفكوا عشان تشيل الحبة أو تضبطها فعاملين هاي الميكانيزم خلص بترفعها فيه زي المفصل بيبرد عن الرامة مروحتين بإمكانك خلص خلصت الكلام بترجع بترجع التبريد مش أسوأ حل على فكرة حل لطيف بس أنا إجمالاً ما بحب تبريد الرامات يعني ما بحسوا إشي ضروري جداً خصوصاً مع الرامات الفترة هاي ولكن أي درجة حرارة بتنزل بتساعد مدامها مش دوشة مش قادرين نحكم هذا الموضوع لأنه إحنا بدوشة كومبي تيكس فبحث أنه ممكن يكون حل لطيف لأنه ما بدو إشي هلهم هالبرغيين والفصالة بترفع وتنزل زي ما فيه تي فورس رام فيه تي فورس SSD وفيه لائن جديد كامل تعالوا نشوفوا سوا اللي هو لائن الزي أو الزد فيه عندنا 5 وفيه عندنا 4 التسمية بسيطة جداً ال5 جن 5 وال4 جن 4 الآن هذا اللي حكي كان موجود السنة الماضية بس للأسف ما عيناه لأنه ما فيه توجيه لهاي القطع للشرق الأوسط حالياً بس إن شاء الله جاية على الطريق السرعات من 5 جيجا بايت بالثانية 7 جيجا بايت بالثانية 10 جيجا بايت بالثانية و 12.4 جيجا بايت بالثانية لسلسلة Z بشكل عام تقدر تشوفوا هذا الكلام كمان شوي على البوستر رح واجهكم بس بعد ما نستعرض الاشي الثاني أو السلسلة الثانية اللي هي الـ GA والـ GE فيه الـ GA Pro GC Pro والـ GE Pro الان برو كلها موجهة للجيمينج بس برو بتيجيه فئات أعلى يعني 10 جيجا بايت بالثانية 12 جيجا بايت بالثانية والـ E بيجي 14 جيجا بايت بالثانية يعني أرقام لطيفة جداً لجن 5 وطبعاً فيه جن 5 الجي بيجي 12 جيجا بايت بالثانية وفيه أيضاً الجن 4 اللي هو الجي 70 برو بيجي 7.4 جيجا بايت بالثانية وفيه طبعاً مش بس لـ 2280 فيه القياسات الأخرى 2240 اللي هو الجي 50 Air Q بيجي 5 جيجا بايت بالثانية والجن 4 جي 50 بيجي 5 جيجا بايت بالثانية نفس الإشي ولكن بساعات وأحجام مختلفة بتقدر تشوفوا هذا الكلام على هذا البوستر بوضح كل المنتجات والسرعات أنا بحب هاي الشغلة بتي فورس ونهد دائماً بوضحوا الفئات مع السرعات والمنتجات الأخرى بعضهم صممين على تبريد الأس أس دي ولكن الإشي اللطيف إنه هالمرة ما بحطوها موجودة مع الأس أس دي نفسه أكثر كونسبت عاجبني بكل هاي الأشياء هو هاد لأنه سلسلة دارك 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 إيرفلو ودارك ووترفلو هاي كلها دارك ولكن كابيتال لاترز دارك بضحك قاعد دايماً الناس تأخذ أسماؤه هاي أول مبدأ هاد أول كونسبت اللطيف فيه إنه موجيلر قديم نحكي عن two heat pipes مع heat sink وبتركب بتريد تعملها stack واحد ثلاث حتى أربعة حتى الفان اللي إنكلودت جاي optional تركبها وما بتركبها والإشي اللطيف أول سؤال سألتم إياها ساتة ولا فور بين حقولنا لأ أكيد فور بين عشان نتحكم بسرعة الفانات فالفان موجودة بتقدر تحطوها على silent لأنه هذا الحجم من المراوح صوته عالي جداً يعني يعني واحد بنخزق راسه وهو بسمع صوتها في حلول جاية جاهزة مع heat pipes وheat sinks في حلول جاية بمراوح حجم أعلى وفي حل جاي water cooling مع RGB وفان حل مع زي tower مع فان صغيرة جاي بالجهة الثانية بعدش رح تبين معك ولا لا وآخر واحد اللي هو heat sink مع فان من الجهة الخلفية ولكن الحجم الأكبر وآخر شي من المنتجات تي فورس التخزينية في عندنا الـ M400 USB 4 portable SSD كديم نحكي طبعا 3D ناند وكل هاي الأشياء بس USB 4 Type-C سعات 1-2-4 تيرا بايت والسرعات 3-700 و 3-400 كتابة أو قراءة وكتابة فهي سرعات ممتازة جدا لـ Portable SSD بس لو كانت السعات أعلى لا عفكرة ما هو يعني هاي NVMe السعات الأعلى بصير حجم أو سعره غالي جدا جدا إذا بتتذكروا السنة الماضية شفنا سلسلة التي كرييت الجديدة من تيم جروب هاي السلسلة موجهة لصناع المحتوى وحكينا أنه الثيم مشابه جدا للـ ProArt السلسلة اللي نحبها فطبيعي نحب هاي السلسلة كمان الآن لأنه إحنا عملنا upgrade للـ RIG والكاميرا الموجودة عنا بالتصوير الكاميرات الجديدة بتأخذ غير الميموري كاردز الموجودة SD كاردز اللي نعرفها فيه اشي اسمه Type-B و Type-A نحكي عن كارد سرعات القراءة والكتابة فيها 1800 و 1700 ميجا بايت 3800 و 3100 3200 1600 هاي يعني هاي بيبي عرفتمي يعني ما أما الكاردز العادية يعني قاديم تحكي عن 160 الأكسبرت فيه 300 ب 260 اللي نستعملها حاليا وفيه 280 ميجا بايت بالتاني الـ V60 الـ V90 لهم أصلا كاتيجوريز أو فئات للسرعات وكل هاي الأشياء وإذا الكاردز ما كفتك ممكنك تروح مع External SSD يعني مثلا تحت تي كرييت فيه إشي اسمه Cinema PR أو LINE زي الـ R4i هاي تحكي عن USB 4 تحكي عن سرعات 3300 و 3000 ميجا بايت بالثانية تنوصل بـ USB واللطيف فيها زي ما رح نشوف كمان شوي بيجي معها مونت للكيج أو القفص طبع الكاميرا هاي نفس الكاردز اللي شفناها بالأعلى لأنه صراحة البوستر زي ما قلت لكم دائما Team Group بعطونا كل المعلومات ففي نسخ مختلفة الـ R3i والـ R4i بيختلفوا في منهم كارد ريدرز في منهم أصلا بكونوا SSDs وممكن يكونوا SSD وكارد ريدر مع بعض ممكنك تستعملها على التليفون زي ما رح نشوف كمان شوي وتنشبك انت تكون شابك الشاحن وتخزن نفس الوقت أو بتقرأ هذا تبريد مائي 120 مليمتر ريدييتر أنا بيه بومب جاي هون زائد بلوك جاية على الـ SSD إذا بدكوا حرارة أقل الآن نحكي إحنا أن المبرد اللي على بوردات الجن 5 كافي ولكن كل ما نزلت حرارة الـ SSD كل ما ارتفع الأداء تبعه فلناس معينة تشتغل بإنتاج المحتوى فرضا هذا الحكي ممكن يكون مناسب بس للجيمز ما أعتقد أنه التطبيق له داعي الآن هذول المراوح 140 مليمتر و120 مليمتر إشي RGB إشي بدون RGB زي ما بتعرفوا الجماعة بيشتغلوا على مبردات ولكن هاي الفان فيها خاصية خلينا نشوفها على البوستر لأنه كتير أوضح إشي اسمه Intelligent Detection عليها زي سنسور أو حساس للحرارة بتشوف حرارة الكيس وعلى أساسها بتغير الـ RBM تبعها ما في داعي تفوتوا على السوفتوير تبع المذربول ولا حتى التحكم بالفورد بالفورد نفس مبرد الرامات اللي شفناه باللون الأسود موجود باللون الأبيض ومواضح هون أن البرغيين اللي بتركبوا فيه البركت نفسهم براقة مع تبعات البورد بشي واحد هون واحد هون واحد هون بالنص كثلاث وثلاث تسعة فإذا كانت البورد ATX البرغيين اللي موجودين على الكيس خلاص بركبوا عليها وباختصار شديد نرفع هاي ومننزلها وعندي فضول أعرف وين السيلك واصل آه السيلك جاي مخبه هاي هون ومكانكم تركبوه بهاي المنطقة يعني ما رح يكون مبين كتير مباردات السنة الماضية ما فرقت في عندنا واحد بس عليه شعار T-Force مع إضاءة وواحد بالإضاءة الجميلة جدا تبعة T-Force أنا بعدني مصمم أنه أكتر إضاءة سموذ سلسة بالRGB والتحول تبعها موجود عند T-Force دائما من أيام الأساس ديس تبعتهم فللأسف هذا مش فوكس عندهم بالميدل إيس أو بالشرق الأوسط فما شفناها ولا عيناها إن شاء الله مستقبل نيجي لكلام الصح AI خلينا نشوف تيم جروب شو طبقوا AI سلسلة T-Create اللي انتوا شايفينها الرامات الجميلة جداً معلها RGB في عندنا كلمة T-Create هون لأنه عندنا تيم جروب المستزمات العادية T-Force الـ Gaming T-Create أو Cinema PR اللي تحتها يعني موجهة لها إنتاج المحتوى وفي عندنا رامات Soda معلها إضاءة لأنه هاي اللوحة أو هذا الجهاز كله جهاز إنتاج محتوى لأن الإش اللي عاملينه بـ AI هو التالي شايفين كلمة AI اللي انضافت على هذا الموديول كرام والـ AI اللي انضافت على هذا الـ SSD هذول الكلمتين معناهم التالي شايفين هذا الجدول معنى هذا الكلام باختصار إنه حبت الرام هاي وحبت الـ SSD هاي منها من حالها رح حصير تكتشف شو وضع الأداء اللي شغال وتعطينا Lower Latency وحرارة أقل عشان تعطي 15% هل هذا الكلام صحيح هل هذا الكلام عملي هل هذا الكلام بوصل لـ 15% ما منقدر نحكم إلا لما نجرب يعني بنجرب نفس الموديول مع AI نفس الموديول بدون AI ونشوف هل فعلا هذا الكلام صح ولا لا هنا بتبلش مشكلة الـ AI يكونوا بنحكي عنها هل الناس تركب الموجة على الفاضي ولا عن جد فيه application حقيقي لهذا الموضوع الوقت سيحكم غير هيك ما منقدر نحكي بس نقدر نحكي عن سكشن الجاي واللي هو انه تيم جروب ملتزمين بموضوع الـ AI لدرجة انه عاملين stand AI بالنص وحواليه شو الاشي اللي بدهم يعملوه يعني رامات T-Create الـ AI الكلاسيك شفناها والأكسبرت شفناها ولكن رامات اللابتوس بعدهم ما اشتغلوا عليها بس حاطين هذا الموديول شغالين عليها بس ما لحقوا خلصوه قبل Computex بس الـ SSD خلصوها والرامات العادية خلصوها فالظاهر انهم الجماعة عندهم commitment لهذا الموضوع وآخر اشي ننهي بتجميعة ProArt شايفين كيف كرتل ProArt والبورد لابقين لرامات T-Create فان شاء الله تجميعة الـ ProArt القادمة لازم نحط عليها هذول الرامات والـ SSD تبعتهم واضافة الى ذلك لا تنسوا الموديول الأبيض اللي جميل جدا 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 برضو لازم نستعمله بتجميعة إنتاج المحتوى القادمة وبدعموا AI ويمكن نجرب الكليمز تبعتهم هل هي حقيقية ولا لا هاي المنطقة عشق دارك الكاميرات والأشياء اللي نشتغلها لها على سلسلة T-Create أي شي ممكن تعملوه عشان تضيفو أو تعملو Add-ons على الكاميرات اللي عندكو أو التصوير لأنه إذا كان عندك كاميرا احترافية مستوى أعلى من الكاميرات العادية بدك تروح لحلول زي هيك الحلول هي كالتالي memory card 52-512-1 تيرا ما بتكفي بدك external SSD زي T-C-T-Create بسلسلة Cinema PR اللي هو فعليا جاي ولاحظوا في عليه فتحات من جميع الجوانب عشان تترقبوه على الكيج أو القفص طبعا الكاميرا مع سلك الUSB طبعا اللي بتوصل مع موديول للكاميرا نفسها وبتروح تصور على SSD نفسه ما بتقلق انه والله فللت ولا memory card بطلت تتكفي فهذا الكلام جدا جدا بحل مشكلة لعن جد الناس اللي بتصور بوضوحات عالية كتير أنا قاعد بحكي عن دارك وصديقنا صلاح من قناة أندرويد باشا الجماعة هذول كل حكي عن الكاميرات بتريت عالي 500 ميجابيت 1000 ميجابيت حكي هذا كله فالموضوع مش سهل للناس اللي بدخلوا بهذا المجال ففي خيارات متعددة SSDs و memory card زي ما شفنا قبل شوي بس عادة هاي الحلول مش بس للكاميرات ممكن تروح مع صناع المحتوى اللي بيصوروا على التليفونات لأنه في تليفونات مختلفة صار فيها Pro Video Shooting يعني لما تشتغل على ProRes حجم الملفات بيصير عالي جدا ففي كيج للتليفون SSD نفسه وهاندل تقدر تصور فيه بالتليفون زي كانك بتصور بكاميرا أو إذا ما بدك تروح مع إيش إكستريم زي هيك بمكانك تروح مع تي كريت الحجم الأصغر اللي بيجي مغناطيسي وبتلصله بالتليفون نفسه بمكانك تشحن التليفون طلع وصلة USB ثانية وإنت مركب الـ SSD عليه في منهم نسخ ممكن يكون عليها Powerbank كمان عشان تقدر تشحن بس بعضه هذا الكلام مش موجود بس في memory card reader موجود مع هاي SSDs فconcepts لطيفة جدا حلو أنه رايحين مع التي كريت وأحلى أنه رايحين مع السينما PR لأنه فيه demand أو فيه need أو فيه حاجة لا هذا السوق هذا كان كل إشي في جناح تيم جروب حكونا شو أكثر منتجات عجبتكو هل حسيتوا تطبيقات الـ AI الموجودة عندهم الهداعي والنماء الهداعي خبرونا بالتعليقات لا تنسوا تكونوا مشتركين بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكوا تغطيتنا الحصرية لـ Computex 2024 من تيم جروب وغيرهم مستمرين في جناحات كتير يعني ما تخافوا ما خلصت التغطية يعطيكو ألف عافية تحيي كبير جدا من دار خلف الكاميرا ومني أنا ماد سلام